اشتركوا في القناة 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 الثالثة التي هي هاته هذه ايضا نقوم باخذها ووضعها هنا ونقوم بوضع بيضة بلاستيكية وهذه المرة نقوم بقلب هذه الاثنين نقوم بقلبهما هذه رجعها كذا نقلبها مرة اخرى وهذه ايضا نقلبها مئة وتمانون درجة مرة اخرى هكذا اخوتي وغدا تضع لنا البيضة الرابعة وهكذا نقوم باستبدال البيضة بالبيض بلاستيكي ونقوم بقلب الثلاثة هذه كلهم نقلبهم مئة وتمانون درجة هكذا اخوتي حتى تضع الانثة تعالى كل البيض من بعد لما يعني تضع لنا مثلا خمس بيضات او خلاص يعني خمس بيضات وحتى تزدنا سادسة ليس مشكلا نقوم باخذ هذا البيض الحقيقي ونضعه في مكان البيض البلاستيكي بكل بساطة وبكل سهولة وبدون اي تعقيدات اي تعقيدات اخوتي في الله وبالتالي سيفقسون لنا هذه البيضة ان شاء الله ستفقس لنا في وقت واحد او في يوم واحد ان شاء الله طبعا اخوتي تحفظ في مكان هكذا نقوم نغطيها ونتجنب وضعها في مكان يعني في الرطوبة كثيرة او مكان بارد جدا جدا يعني خير الامور ابسطها واخوتي اتأسف مرة اخرى لاني نسيت المعلومة البارحة ولكن ما عليش قدر الله ما شاء افعل نسيتها وما انسانيها الا الشيطان ان اذكره المهم اخوتي انا في الحقيقة في بعض الاحيان اقوم بقلب البيضات يعني كل ثلاث ساعات اربع ساعات يعني مثل الى قالت فقص البيض المخصصة لفقص البيض يعني تقريب البيض كل ثلاث ساعات اربع ساعات الى اخره المهم اخوتي حتى متعقدش امور عليكم يوميا قوموا بقلب البيضة مئة وتمنون درجة مثل ما فهمتكم في الاول هكذا حتى لا تخسر البيضة ان شاء الله والله المستعان والله الموفق لكل خير اخوتي في الله ولا تنسونا بصالح دعائكم السلام وعليكم وحمت الله وبركاته